اشتركوا في القناة يعمل بتحقيق نتائج ايجابية في السبق انطلاقة قوية تشهدها بطولة الشرق الاوسط للرجل الحديدي وجهد كبير عملت من خلاله اللجنة المنظمة للبطولة في الفترة الاخيرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الامن الوطني رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة تمنى التوفيق والنجاح للفريق البحريني وكافة المشاركين متامنيا سموه ان يظهر السباق بافضل صورة فنية في ظل القدرات العالية التي تمتلكها اللجنة باخراج السباق بافضل صورة من الناحية التنظيمية خلال انطلاقة البطولة يوم السبت السابع من ديسمبر مملكة البحرين تستضيف هذا السباق الذي يعتبر حدثا رياضيا متكاملا وله انعكاسات ايجابية كثيرة على مملكة البحرين من الجوانب الاقتصادية والحضارية والاعلامية وسيزيد من اكتساب اللجنة المنظمة للخبرات الكبيرة التي تمتلكها الكوادر البحرينية في التنظيم المثالي لكافة الاحداث الرياضية المقامة على ارض مملكة البحرين في ظل النجاحات الكبيرة التي تحققت في السنوات الماضية وسيكون خط مسار المراحل الثلاثة من البطولة التي ستقام يوم السبت بدءا من منافسات السباحة في موقع البطولة بالقرب من مجمع الافنيوز لمسافة 1.9 كيلو متر على ان تقام منافسات الدراجات على مسافة 90 كيلو متر وتنتهي المنافسات بمسابقة الجاري لمسافة 21.1 كيلو متر وقد وضعت اللجنة المنظمة مسار الدراجات ليمر بالمناطق الحضارية والتنموية والتراثية في المملكة لتعريف المشاركين من اهضة البحرين القديمة والمعاصرة وهي واحدة من اهداف ايقامة بطولة الرجل الحديدي على ارض المملكة اهتمام كبير من اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة عبر التدريبات اليومية للمشاركة في بطولة الشرق الاوسط والتي نتطلع من خلالها لمشاهدة المنافسة القوية بين المشاركين والتنفس الاقوى على المراكز المتقدمة والعمل على تعزيز مكانة البطولة في مملكة البحرين بصورة مستمرة اشتركوا في القناة